كبدة الفراغ بدبس الرمون عشان نعمل كبدة الفراغ بدبس الرمون محتاجين عصيرلمون ويكتوم ويكوزبرة والحاجات دي كلها على بعضها على التقصة بتعمل ريحة وطعم في منطقة الرواعة يكون طعم الميزز الحلو ده تعالوا نشوف محتاجين ايه عشان نعمل كبدة الفراغ بدبس الرمون زي المطاعم اللبناني اول حاجة عندي كيلو من كبدة الفراغ عندي اعوات كوزبرة فريش في 2 فص ثوم نص breaking من دبس الرمان رابع كباية من عصير اللمون معلقة زيت ومعلقة صغيرة من الكمون ونص معلقة صغيرة من الكزبرة النشفة وملح وفلفل اسود تعالوا نشوف بقى اول حاجة هنعملها ان احنا نحط طاسة كبيرة على النار تبقى سخنة جدا كده لان لازم ومهم جدا في القصة بتاعتنا ان كبدة الفراخ من شدة الحرارة تبقى مسكة نفسها كده والكبدة بتاعتنا تبقى سليم هسخن طاسة جامد قوي وامحطت فيها زيت بص انا عايز الزيت اول ما احطه ويدخن كده لازم تبقى سخنة قوي كده بالشكل ده بعد كده همرايح على كبدة الفراخ وابتدي انزلها في الزيت واحدة واحدة كده جنبه بعض اكني بحمر لحمة عارفين انت توجد حمره مثلا نشيش طوق او لحمة كده في الطاسة بناديها الجريل الاول فانا عايز اعمل الحركة دي هاخد دول وبعد كده امرايح على الطاسة بتاعتي بقول باسم اللي كده بصوا اه ما عايزة ننزل بالكبدة في الطاسة بشكل ده خلي بالكو بقى لو فيها عشباية ماية عشان بتعودش تعمل كده هاي هل توزع في الطاسة كلها ويا ريت نقسم القلوب على كده بقى وزعت الكبدة بتاعتي في الطاسة هروح بقى عشان يضبط الريحة بتاعتها ما حاسش ان انا شام ريحة زفارة هاخد فلفل اسود وامرشه على الكبدة بتاعتي كده وهي بتعمل في الطاسة كده حتى لما بصوا بيها في مطعم لبناني بيعملالك وانتي لسه طالب القول بعد كده الملح كده بقى شم ريحة ايه ريحة الكبدة وهي بتتحمل هسيبها على النار كده وديها كم تقليبة ونروح بقى على المكونات بتاعتنا انا عندي الكوزبرة الفرش وعندي الكوزبرة البودر هاخد البودر بتاعي كوزبرة على الكمون وحطوهم مع بعض كده ويا سلام لو تبقى كوزبرة نجيبها يا حب ويه نضحانها احنا عشان تبقى ريحتها انجمها كده او ما نحطها على الاكلاروش دول برضو على الكبدة بتاعتي وبعد كده هقوم رايحة على التوم احنا قلنا التوم خوايده كتير جدا ونفيدة جدا لصحتنا فياديت نفرومه في وقت الوصف هحط فاصل التوم كده وقوم بالسكينة دايس عليه كده هفرومه بالسكينة كده وقوم راجع لام ام تاني بصوا انا بمجرد ما عملت العصرة دي بصوا الزيت بتاع التوم بقى دي هقوم واخد التوم وقوم رايح بيه على التاصة مع الكبدة واجيب معلقة بقى ودي ايه تقليبة كده للكبدة بتاعتي عشان تشرب التوم مع البعارات وتتوزع عليها كونت عموها حل وجد بصوا اقلب بقى كده اهو هنا بصيبها بقى لحد ما تحمر خالص وايه اوم جايد اعواد الكوزبرة دي فارمها وفي اعواد الكوزبرة هوا هي طالع من على النار هحطها عليها شيل الاعواد دي اوم قطع دول كده لازم تفرومي دي وتخليها في الاخر خالص انا مش عايز الخدرة بتاعتي تتغلي انا كده كده احط الكوزبرة بودر عشان ااخد الطعمة بتاعها بعد كده هاخد اول ما تتدي اللي احنا بتاعتي او الكبدة تستوي بالشكل ده او منازل عليها بقى بديبس الرمان كده وحطت عليها اللمون بقى عشان ايه احلى طعم بين دبس الرمان واللمون لما الاتنين يتجمعوا مع بعض هاسيبها بقى على النار كده واول ما تستوي ارجع حط عليها البقدمس هنسيبها ربع ساعة وعشر دقيق على ما تستوي براحيتها خالص ونرجع نقدمها مع بعض خلاص كده السوس بتاعنا هتشرب فيه الكبدة وباعتعمها حلو جدا هاخد بقى شوية الكوزبرة الفرش دول رشوهم هنا كده وهم اقلب وبعد كده بقى هتتقدم مع ايه بتقدم مع بطاطس بوريب هجيب بقى البطاطس البوريب بتاعتي عملها بشكل حلو كده في طبق وهم اخد بقى ايه الكلام الجامل ده وهم رايح بقى حطه في النص كده وليه انا بقى اعمل دورية كده عشان مش عايز السوس ده يهرب مني لان السوس ده بقى هو الموضوع كله ان شوية السوس اللي نزلين بيدبس الرمان باللمون دول موضوع يعني في منطقة الرواة اعتقد ان نفس الطريقة ده ممكن تعمليها مع فراخ او لحمة برضو لو عجبتك المزازة بتاعة الكبدة وسلم بقى لو حطينا شوية شطة معاو او شوية حريصة شطة كده بيبقى الموضوع في منطقة الرواة بصوا بقى الكبدة بتاعتنا بتاعت تظهر ايه عمواخد بقى شوية من السوس كده وهم بقى ايه مشارب الكبات بتاعتي بالشكل ده شو بي الحتة اللي هو اقعد دي ونجايبين بقى ايه كما عود كسبرة كده نحطوهم فى النص مشان حتى مش بقاش الاكلة بتاعتنا بس طعمها حلو لا كمان شكلها كويس جدا عايزين نفكر قبل ما نطلع فاصل ان كل الاجتات اللي نشتغل بيها فى الحلقه بتاعتنا هتلاقوها فىين هتلاقوها فى صفره